مجز بهم الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم عقدت حكومة تصريف الأعمال اجتماعا لها برئاسة رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك كرسة لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب والخطط الحكومية للتعامل معها بموجب توجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وفي مسهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء حاطة شاملة لأعضاء حكومة تصريف الأعمال عن مختلف تطورات والمستجدات خلال الفترة الماضية والالتزامات الواجب القيام بها في هذا الظرف الدقيق حتى تشكيل الحكومة الجديدة مشيرا إلى الخطوات التي تم انجازها على صعيد استكمال تطبيق أهلية تسريع تنفيذ اتفاق رياض بما فيها الاجراءات العسكرية والأمنية لافتا إلى نتائج لقاءاته المستمرة مع فخامة الرئيس الجمهورية والقوة والمكونات السياسية وما تم التوافق بشأنه حتى الآن وتطرق رئيس الوزراء إلى مسجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال مع مليشة الحوثي الانقلابية والتحركات الأممية لإحلال السلام قالت مصادر عسكرية في جبهات القتال بمحافظتي مأرب الجوف إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية لا تزال تخوض معارك عنيفة ضد مليشة الحوثي وبحسب المصادر فإن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفت مواقع تحركات مليشة الحوثي بجبهات القتال وأسرت عن تدمير آليات عسكرية للحوثيين ومقتل وجرح العشرات من عناصر المليشة وقالت مصادر عسكرية أن الجبهات تشهد معارك عنيفة وصلى خلالها أبطال الجيش الوطني تحقيق التقدمات الميدانية وتلقين المليشة الحوثية الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد والمعدات القتالية وتمكن الجيش من السيطرة على مواقع مرتفعات استراتيجية حررت القوات المشتركة مناطق واسعة في جبهات مريس ودمت شمال محافظة الضالع في إطار عملية عسكرية واسعة نفذتها باتجاه مدينة دمت ووصلت إلى محيط جبال ناصة بعد استكمال تحرير منطقة يعيس وأكدت مصادر ميدانية استمرار المعارك في قطاعات جبال ناصة ويعيس وعرفاف وذكرت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من تحرير جبهة يعيس بالكامل وتقدمت نحو نقطة جبال ناصة الاستراتيجي بعد معارك مع مليشيا الحوثي خلفت ثمانية عشر قتيلا وعشرات الجرحة في صحوف المليشيا وأوضحت المصادر أن القوات المشتركة تقدمت في قطاع العرفاف من ميمنة جبهة مريس وحررت مواقع استراتيجية قالت مليشيا الحوثي أن أربعة عشر ضابطا من مليشياتها قتلوا في جبهة القتال المشتعلة مع القوات المشتركة بمحافظة الحديدة وذكرت مصادر إعلامية تابعة للحوثي أن جماعة شيعت جثامين أربعة عشر ضابطا من مقاتليها بعضهم يحملون رتبا رفيعة بينهم لواء وارتفعت وتيرة المواجهات في عدد من مدريات محافظة الحديدة بين القوات المشتركة مليشيات الحوثي وتركزت أشد المواجهات خلال اليومين الماضيين في مدريتي دريهمي وحيس وتسببت بالسقوط عشرات القتل وجرحة من عناصر مليشيات الحوثي قصفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مناطق متفرقة في الحديدة بالقذائف المدفعية والصاروخية عقب تلقيها ضربات موجعة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة بالساحل الغربي وذكرت مصادر عسكرية أن المليشيات أطلقت صاروخ كاتيوشا استاذفت به حي منظر السكني في مدرية الحوك جنوب الحديدة وأدى إلى تدمير منازل المواطنين وأضافة المصادر أن قصفا مدفعيا بقذائف الهون شنت المليشيات على قرى السكنية في مدرية دريهمي فيما استهدفت منطقة كيلو ستة عشر بالأسلحة الثقيلة في السياق قاكدت المصادر أن قوات المشاركة تمكنت من الرد على مصادر القصف الحوثية وأخمدتها كبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد الخبر الأخير في هذا الموجز أعلنت لجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مستجدات الحالة الوبائية للفيروس وقالت اللجنة إنها لم تسجل أي حالات صابة جديدة أو وفيات أو حالات شفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبقى بذلك إجمالي الحالات التراكمية المؤكدة في بلادنا الفين وست وخمسين حالة منها خمسمائة وثمان وتسعون حالة وفاة وألف وثلاثمائة وسبع وثلاثون حالة تعافي فيما تراجع عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا حاليا إلى مائة وثلاث وعشرين حالة نشطة في محافظات حضر موت وعدن ومارب والضالع والبيضاء ولحج والمهرة فيما سبق الإعلان عن خروي محافظات تعز وشبوة وأبيان من أي حالات نشطة مصابة بالفيروس نهاية المجزة أشكر لكم طبعا المتابعة دمتوا بخير في أمان الله